مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو حبيت أسجل بهذا الفيديو بعض الشهادات لأصدقاء وأشخاص قبلوا معي جلسات رايك فبداية أنا حابة طبعا أشكر محمد كيلاني وولهم رايك من قبل اللي تطور هذا العلم ومحمد كيلاني اللي وصلنا بطريقة فعلا سهلة وسلسلة اللي قدرنا من خلال الخطوات يعني الواضحة وسهلة بالرأيك إنه نقدر نساعد الناس نعمل الجلسات بشكل فعال وسريع ونحصل على نتائج فعلا رائعة مع الناس ومع نفسنا قبل كل شيء ففي كتير أول شيء ممتن لألون لولهم رايك لمحمد كيلاني ولرب العالمين اللي سخر لنا هذا العلم من خلالهم وبنفس الوقت لكل الأشخاص اللي وسقوا فيني وأخذوا جلسات عندي واللي مشكورين جدا بعتولي الشهادات تبعتهم وفعلا كيف صارت مشاعرهم كيف صار التغيير الإيجابي بحياتهم وكيف نعكسة هاي الجلسات عليهم فعممتني للجميع بشكركم جدا من كل قلبي وبتمنى للكل يعني فعلا حياة سعيدة ومريحة بدون مشاكل وبدون مشاعر سلبية ومؤلمة وفي معي التسجيل اليوم صديقتي سامية إنسانة رائعة عملت لجلسة من يعني من كذا شهر وصورنا أصدقاء من بعدها يعني فأنا جدا ممتنلة إليها لوجودة بحياتي للطاقة الإيجابية اللي عندها للمشاعر الحلوة والنبيلة اللي داخلة فهي حبك تعطي شهاد هيك صوت وصورة فتفضلي حبيبتي السامية أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معي وشكرا للوقت اللي خصصتي لتكوني معي بهذا التسجيل تفضلي الحقيقة شكر للكم هنادي أنت ومجموعة الرايك أنا ممتنة أنا طرت من الفرح لما عرفت إنه عندي في مونتريال في حدا يشتغل بالرايك كنت مطلعة شوي على الطريقة وشغل محمد كيلاني طبعا إله عظيم الشكر والأمتنان أنا طلعت على العلم وكيف شي مبهر فعلا وبحياتي الواقعية يعني بيصير معنا هيك شي إنه الواحد لما بيكون عنده رغبة صادقة يتخلص من تراكمات من صدمات من أشياء بتصير معه بطريقة طبيعية بس الشي الرائع إنه محمد كيلاني عاملة بطريقة علمية ومنهجية وبحث عشرين سنة يعني كان شي مبهر للغاية فأنا يعني كان عندي ظروف كتير صعبة ومعرفت من وين بدي أبدأ حاولت يعني ساعد نفسي سنين طويلة لما شفت على اليوتيوب محمد كيلاني حسيت لي أول مرة بأمل كتير كبير وحسيت إنه فعلا خصوصي الإشارات اللي بيعطيها والمعلومات يعني بيعطيك مفاتيح إنه أنت بتروح بتدور بطريق الصح شفت شي كتير كتير رائع وشي نبيل إنه حط كل الشغل مجاني لكل الناس يتعلمون فأنا لما كنت إنه عم حاول زبط أموري وتحسن رحت سنتين عند أطباق نفسيين أنا أولادي بشكل أسبوعي يعني لقيت تحسن ما بقول لا إنه في إضاءات صارت على حياتي بس إنه شغل بطير طويل ومتعب إنه سنتين كل أسبوع كل أسبوع قررت أعملت جلسة ترايك أول مرة ما بعرفة لهناديش تحطت إعلان اتصلت فيها وعملت لي جلسة الحقيقة أنا انبهرت مع أنه عندي خلفية عن شغل محمد كيلاني وعن كل شيء بس انبهرت حقيقة لأنه عرفت كيف تعرف جزر المشكلة جزر المشكلة اللي عندي أنا بعرفة هاي المشكلة موجودة بس أنا مقتنعة متوقعة أني متخلصة منها لكن هي عرفتها وبطريقة احترافية رهيبة يعني حسيت وقتها أنه فعلا تخلصت تماما والشخص المعني بالمشكلة صرت يعني لما بحكي معه أو هيك أبدا ما بحث بأي استفدار حسيت بي نحن بروح أصدقاء لأنه يعني الإنسان بهذا الزمن الصعب كتير لما تشوق ناس بيشتغلوا بيصدق وبحب وبدن أن الحياة تتطور وفعلا أنا عندي قناعة مية بالمية أنه طريقة الرايك هي ثورة بعالم العلم النفسي أو الشفاء بالنسبة لمجتمعاتنا يعني إحنا وسأنا جاينا من مجتمعات عربية ولو صرنا عقودة عايشين بالغرب بس نحنا بتضل عنا هاي التراكمات ويعني لازم نعترف بالكل شيء قديش في عنا أخطاء بالتربية بالقناعات بكل شيء في عنا كتير تراكمات لوحد لازم ينفتح أكتر أول شيء يعترف أنه عنده هاي المشاكل ويكون عنده رغبة حقيقية صلحة وطبعا مجموعة البنية موجودين أنا عم تابع شغلهم أحيانا هيك على اليوتيوب شيء رائع عن جد شيء عظيم يعني أنا لأول مرة صار عندي أمل كتير كبير أنه نحنا المجتمعات العربية ممكن نطلع وولادنا يكونوا بدون كل العقد اللي كانت تمنعنا نحنا نحقق أحلامنا عندي أمل كتير كتير كبير بإشراق هاي تنور عظيم بالوطن العربي كله بالشرق عموما أنه هاي الحضارة هلأ الغربية مو هي بس الحكر نحنا أولادنا بدون يعمل كتير مهم لأنه رح نعملوا يعني رح ننظفهم من كل الترامات ويكونوا فاضين بس أنه ينجزوا وهذا هو سر الحياة الحقيقة سر السعادة و سر الحياة الحقيقية و ألف شكر لمحمد كيلاني بالبداية و لكل مجموعة الرايك و للست هنادي بتشكرا كتير أنه و إجت بطريقهم بقدرة تساعدني عن جد الجلسة وحدة كانت بالنسبة لألي كنتيجة مباشرة أفضل من تردد سنتين عند أخصائيين نفسيين كل الشكر هنادي إلى كل مجموعة الرايك العافوة حبيبتي هذا أول شيء واجبنا يعني إحنا ربنا سخرنا لبعض فإحنا يعني وسيلة ربنا سخرنا لأنه ممكن نعمل شيء وممتنة جدا لهالشهادة الرائعة لمشاعرك وممتنة أنه فعلا كان في أثر إيجابي عندك يعني قدرتي تأخذي نتيجة هالشي بنعكس بشكل إيجابي عليك وعلى حياتك وكلامك جدا رائع يعني مثل ما قلت إحنا وولادنا لما نبلش نتخلص من هالتراكمات من هاي الترومات فعلا منبلش نطلع الإبداعات اللي بداخلنا يطلع الإنجاز تطلع الأشياء الفعلا الحلوة والإيجابية بالحياة شكرا كتير حبيبتي سامية يعني أنت اليوم بالأبيض ملاك ومشاعرك مثل الملاكة حبيبتي جدا ممتنة لأوجودك معي باللوقت اللي خصصتي تكوني معي اليوم وممتنة لما عرفتك ولأوجودك في حياتي كمان شكرا شكرا بعد ما استمعنا لشهادة صديقتنا سامية رح أتركن مع بعض الشهادات في شي صوت وفي الباقي يعني بعتول إياهم للأصدقاء أو الأشخاص اللي عملت لهم جلسات بشكل مكتوب يعني على الواتساب أو المسينجر فأنا أخذت طبعا بعد موافقتهم طبعا وإذن منهم فحطيتهم كل ياتهم ضمن هذا الفيديو القصدي أنا من هذا الفيديو حتى الأشخاص يشوفوا فعلا أنه طريقة الرايك فعالة وفي كتير ناس فعلا عم تستفيد وعم يحصل نتائج إيجابية نتيجة هاي الجلسات وعم يحصل فعلا تغيير جزري بالمشاعر وبالأحاسيس عند الأشخاص شكرا لإلكون وبترككم مع الشهادات سلامها نادي العزيزة مش عارفة منين أبدأ بس أختصر المسألة وأقول لك في أنا قلت لك مرة تسجيل وشرحت لك مشاعري والحاولي والتجربة اللي عاشتها مع بعض الأحداث في حياتي وكانت تبين في تغيير حقيقي حصل في داخلي أو في شي من داخلي انزاح اللي هو الشي من الرهبة يعني مع الآخر المهم يا ستي في شي في داخلي حتى أقولها لك إنه البنت اللي لعبت هذك اليوم اللي خليتها تلعب مع البنت الكبيرة اللي عمرها ستعشر سنة مع البنت ممت ثلاث سنوات أو ماربع سنوات حاضرة حاضرة وبقوة معي حساها موجودة ومستشعرة وجودها بطريقة جميلة جدا عجبني عجبني حضور البنت الزغيرة اللي بتجري واللي بتلعب في الحوش واللي ذكرت كل تفاصيل البيت وتذكرت كل تفاصيل طفولتها وأجمل تفاصيل ممكن واحد يتذكره هو الحي والمكان والبيت والمحيط اللي كان واحد عايش فيه مجرد ما بنتذكر هذا الجسم في طفولتي بيخليني دايما أشعر إن أنا إن أنا أكثر مقاء وإن المفروض نعيش بهذه الطريقة وكمان الجزء الجميل كمان في ذاكرتي معاكي إنه البنت اللي كان عمرها 16 سنة وبتلعب مع البنت اللي عمرها 4 سنوات جميل جدا مع أن البنت اللي كان عمرها 16 أو كان عمرها 14 سنة كانت أم بعض كانت بنت صغيرة مع ذلك حسيت أن أنا رجحت بنت صغيرة ومش مسؤولة ولا ملتزمة ومنطلقة ودائما أحاول أستحضر هذا البنتين لا أقول دائما هذالهم الثنتين كانوا موجودات في داخلك وعاشوا معك وتغييبهم لسنوات طويلة جدا كان مؤسف المهم يا ستي لو قلت لو قلت من اليوم لبكرة ليكي ولكل زميلاتك المميزات في الرأيك قليل في حقكم إنه يعني إن الله سبحانه وتعالى يعطيكم نور ويمدكم من نور ويجعل حياتكم كلها نور في نور وإنتوا أصلا من نور الله وقتكم ذهبي وعطاياكم مميزة وحضوركم جميل وهو كمان هبة من هبات الله لنا ممتنة ممتنة جدا لوجودك واللطافتك والهدوك والوقتك الثميل اللي أعطيتني الوقت الطويل وكنت هذا بشكل عجيب يعني كنت بحس إننا يعني من كثرة ما الجلسة معك هذا كأننا كنت قريبة من بحر روحك جميلة وبصدق يعني وبكل حطة أقول لك أنت مميزة وإحنا سعادة جدا بوجودك بيننا ويا رب دايما تكوني يعني يعني بنفس الوهج وكمان أزيد ومهما قلت في النهاية أنا متأكدة أنه ما حاوخيكم نحقكم بشكل عام كلكم فكل الشكر لوجودك حبيبتي وشكرا لعطائك وشكرا للمسحة اللي عملتيها والمسحة اللي شلتي يعني اللي شلتي من شاشتي أو من ذاكرتي البابا اللي كان مغطي على الجزء الجميل في حياتي وكل الشكر لك يا حبيبتي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة